قال له عندي واحد سؤال نسولك لله يجزي بخير هذا سؤال طرحه نوبير الأماوي نوبير الأماوي على الدريس البصري أمام القادة النقابليين وأثناء الجلسة دي المفاوضات للحوار الاجتماعي ما يسمى بمسلسل الحوار الاجتماعي فقال له تفضل قال له لكن جوبني بصدق أرجوك ليس للنشر ولأي غرض فقط لمعلوماتي الشخصية جوبني بصدق قال لي والله حتى نجوبك بصدق قال لي في 77 في الانتخابات ديال 77 شريعية شحالك الدينة احنا في الاتحاد الشرح في المغرب خليش نوقع دارك الإدارة اللي هو دار هدريس البصري طبعا واللي كان مهندس ديالة الزوار قال له شحال الدينة احنا من مقعد بصدق دقشي اللي الدينة قولوا لي قال لي يديته مئة مقعد نعيد ترحيب بك الأستاذ حسن نجمي شكرا هذه الحلقة الخامسة في حوارنا معك طبعا في حلقات سابقة شفنا جوانب من مسارك نعم بنحمد القديمة انخراطك المبكر في العمل السياسي المتاعب اللي كانت عندك مع السلطة اعتقلك في 1979 اواخر السبعينات انت واحد من مسؤولي الاتحاد الاشتراك الكوات شعبية في مدينة بنحمد نعم عشتي ضمن ما عشتي عشتي 21 يونيو 1981 نعم فين كنتي في 20 يونيو اولا لابد ان اشير لان المواجهات مع السلطة ما كانش شخصية اولا ما كانش شخصية واحدة كانت تعارك بالاشتباكي يومي بالآيات دي بل مناضلين ايضا كانوا مناضلين اتحاديين حقيقيين من مختلف الاجيال وبينهم صفوف دي الرجال تالين ولا انسى ان بنحمد اعطت واحد ضربة اساسية على مستوى الطرد دي الرجال تالين النقاليين ألف وسبعين تعدو سبعين في سعود 10-11 تعدو سبعين طرد لنا عدد من أطر المسؤولة عن الصنظيم الاتحادي والنقابي لقنات ضمن هذيك الالف وخمسمية دي الناس اللي اطردوا في المغرب وطنيا لن يطردوا فقط طردوا واعتقلوا وحوكموا وبعضهم سوحل في الشوارع تم سحلهم في بنسليماء وفي مناطق كاري لكن هذيك القصة فخني فراد هذيك المعلمات اللي قطعوا لهم شعرهم أو كده شيخات فنانات شعبيات فاطمة توعيبت وانسيت اسميه هذوك موضوع آخر موضوع آخر هذا موضوع آخر إذن ما بعد الضربة وميحنا اللي عاشوا إخواني لنا رجال التعليم وطردوا الحالات اللي كانت وكانت ميحنا اجتماعية طلبت واحد تضامن محلي وتضامن وطني إلى آخره وطبعا في النهاية انتصرت فيه للكونفيدرالي الدماراتي للشغل لما تقدمت بدعوة ضد الحكومة المغربية إلى المكتب الدولي للشغل في جونيف فتم الإنصاف وهي منظمة أممية دولية معروفة إلى آخره وتم إرجاع المطرودين في 1981 يمكن فالمهم لما كانت الأحداث دي العشرين جوان عشرين يونيو وواحدة وثمانية كتب بن أحمد كانت الصيف كنت في بن أحمد تتعرف أن الجامعة بالصبالي قامت ثالك في aspire بعد امتيحان 81 ر emomat طالف في الجامعة 81 Paris 80 حصلت على الباكاروريا نعم في الدار بيضاء كنت طال لباعتي الميد في التنوية دريس الأول بوربون لأنه بعد الاعتقال لم يعد ممكنا أن أواضي للسنة السابع للحصول على الذكرارية في السطعة وأصبح الأجهزة الأمنية فاللي نصحني هو الأستاذ عبدالوهاب بن عزوز لله يرحمه المدير السابق يعني كان أرجع أرجع مدير أو أستاذ أرجع مدير وقال ليه ديما أرى من بعد الاعتقال ما عليش يرحمه تم إرجعهم في 80 وليس 81 مهم لما بعد الاعتقال عيط علي السابق بن عزوز لدي أرجع لك وحل الكلمة وأنا بفعوض دي الوليد ديلك وأخ ديلك الأكبر إلا كملت البكوريا قريتها هنا في السطعة ما عليش يخليك تقرأ الآن أجهزة ديال الشرطة وديال الأمن داروك في أعيون ديالهم وليت تحت المراقبة بشكل يومي أنا كان نصحك غادي تغادر السطات وتمشي للداروك أنا كان عرفا أنه عندك منحة كاتين ميت داخلي غادي يرسلك تمشي الموليدريس تانوية موليدريس الأول في بوربول في هاتهية داخلي قسم داخلي وغادي يرسلك دوسي ديرك الوزارة التربية الوطنية كان عرفا أنه غايت تعطل كان عرفه غايت تعطل يمكن أن يسالي العام وليس يجيش ولكن المدير غادي يستقلق لأنه صادق قد يلوي بحل أخويا السي محمد عصامي الله يرحمه من الجوج را كان المدير عدنا هنا في تانوية ديال الرازي في السطات ويالله تعين في تانوية ديال إدريس الأول غادي يتمشي يستقلق ويدخلك للقسم الداخلي وتقرأ خوض باقرة ديك وصير في حركة الجامعة إلا بقيت هنا لن تحقق شيء وذلك ما حصل وذلك ما حصل قالي أنا أنا أعطيك رسالة بديها له وغادي يستقبلك فعلا أخذ أخذ البطاقة للزيارة دياله كارت فيزيت وكتب على ظهرها رسالة ودعها في واحد ضرف قطعها لي ومشيت إذن رجع العشرين ينيو ألف وتسعمية واحدة وتمانين في الكنت إذن عشرين واحدة وتمانين أنا في بنحمد في المدينة طبعا المقر سدود الحالة ديال السنفار معروفة عشت لحظات ديال تصعيد المقدمات إعلان الإضراب العام نعم أولا قبل من الإعلان تعبئة عبد الرحيم وعبيد التجمعات الكون في درالية في التجمعات ديالة اللي حضرتها منتبعها لأنني ديك ساعنا يا رنيف الدار بيدا تيمني دي الدار بيدا تجمعات كل هذه التعبئة في إطر الزيادات المهولة التي شملت بعض المواد الأساسية دي الحياة اليومية ودي القوت اليومية دي الفئات الفقيرة والبروليطارية من بينها الزيت السكار أتاي الدقيق الزبدة نعم الزبدة وكذا فكان الموقف ديال الكون فيدرالية وموقف الاتحاد الشراكي ينبغي التراجع الكامل عن هذه الزيادة بعد أخذ ولد وضغط وكذا إلى آخر وتعبئة وهذا حزب كانت عنده هذه القوة نعم أنها يفاوض دولة أن تتراجع عن قرارات من هذا المستوى نعم طبعا أولا من خلال الدراع المقامية للكون فيدرال دي مقراطي الشغل أولا تاني ينكى عن المستوى السياسي للإعلان الاتحادي تعرف كيف كانت القيمة الأساسية والتأثير دي الجريدة المحرر في الساحة السياسية وفي الساحة الإعلانية وكذا إلى آخر كانت جريدة الأولى ومقرؤة جدا ومؤترة جدا وأيضا التجمعات التي ترأسها عدراحين بعبيت شخصيا لا يمكن القبو بهذه الزيادات نهائيا بعد ذلك الحكومة اجتمعت واتخذت قرار بالتخفيض زيادة إلى نسبة 50% ورافض الاتحاد الشراكي هذا التخفيض ينبغي التراجع بالكامل وإلا سنمشي التعبئة فاتخذ القرار للإضراب للعشرين يونيو 81 إضراب عام نعم إضراب عام شامل في جميع القطاعات والتعطاء التوجيهات باش أنه يكون بيكيدوغراف باش ينجح خاصة ينجح إلى آخر وكانت قطاعات وهذه المسألة إضراب عام لربما هذا الإضراب العام الأول في تاريخ الكومفيدرالية في تاريخ الكومفيدرالية وكانوا الإخوان يكساعدين الاتحاد المغربي للشغل داروا أحد الخطوة أنه يسبقوا بدل من السبت يداروا الخميس إضراب عام شامل في الضار بيضاء في الضار قراراً بالمشاركة في الإضراب العام في الضار لله توحيد الوحدة الليضالية إلى آخر وجاء عشرين جوان لا تراجع حاولوا حاولوا إذن فين كنت يب الدبط في يوم عشرين جوان أنا في بنحمد تبع الوضع مزيان إلى آخر وكانت أذكر أن يوم دك النهار السبت كنت في ملعب الكورة كان دوري أظن الإحياء أو شي حاجة ما الإخوان وتمت الاستجابة للإضراف في المدينة بالنسبة التجار صغار مثلا المحلات مسدودة لا ماشي بالقوة والكتافة لأن الحضور القوي الكثير دير السلطة المحلية لكن الناس ديوننا والإخوان ديوننا وكذا كان واضح جدا موقف والغد لأحد مشيت الضار وعشت أدخينها في الأحياء ما زال الحالة دي أنا كان أعتقد أن الأمر ستكون في حقيقة وكذا كانت وضع كان نشوف ببن الحمد الدار بيدا 80 كمتر ساعة كان نشوف الأدخين وكانت حالة الاستمطار مازال موجودة والجيش مازال موجود في الشوارع والقوات المساعدة موجودة في الشوارع والأمن مازال موجود في اليوم الثاني إلى آخر وكنتذكر أنني مشيت للدار دي على الكريم مراني أنا وزوجتي تم مهار قلسنا وعشنا أيضا الأجواء وتبادلنا المعطايات إلى آخر وحكووا لي عن الوضع كيف كان يوم كان يوم رهيب جدا طبعا الآن نعرف كل الأشياء الآن دائم بنوبر الأماوي دائما حتى وهو في الزجن كنت أتردد عليه وأزوره بانتظام داخل الزجن كم شي عنده كنزوره وأذكر يعني أنه فترة ديال التعبية إلى آخر أنا قلس معاه في البيرو دياله وقلت له آخر الأماوي خست نزل لعدني بن حمد ليش خندير بن حمد قلن نديره شي تجمع نديره في المناطق الأخرى كذا إلى آخر قال لي ما كان وقت ما بقعش الوقت شمن تسمو نأخذ نهار السبت لأربعة الخميس أي نهار ونشقع مهمة ولكن نديره في سينما سينما سيبراهيم أنفلوس نكريوها ونديره تجمع إلى آخر وكل قل لي قل قد ظن أنه قد ظن قد ظن قل لي واتن كنت من هذه الساعة بحل زمايك تخرق بحل ما عاروش سيروت الأشياء فين غادة أو لتطورات المتسارعة أو للمعطيات اللي عندي وانا ما عنديش أنا كنتصرف كبسؤول محلي دي الحزب في منطقة دي الحزب خاصه يجي طب أطرح التجمع باش نحن ينساهم في هاد الروح التعبوية إلى آخر هو فدهنه السيناريو القادم وحدينه إلى آخر إلى درجة أنه قالوا دي رحنا مقبلين على معركة كبيرة وكذا وهذا يكون قرار كبير جدا هكذا أنا عارفش إلى آخر ففي النهاية تأخذ القارة دي الإضرار بالعام واللحظة كانت سلطة تتصير بالاستمرار بالقياد للكون في دراليا وحد وقت تفت تليفون تفت تليفونات وغنوا اسميته وقال هاد ريس البصري من لاب قال لذا كان لسادي تقلب عليه سد عليه التليفونات بزع من يقنع القياد الكونفيدرالي لكان من الممكن في آخر لحظة يوقف الإضراب العام وهذا سد عليه التليفون طيب تأخذ القرار دازل التنفيذ هذا سياق هذا إضراب عام طبعا في مواجهة الدولة فيما بعد سيكون هذا الموقف عدم قبول هذه العاملة التي تزادت في مباشرة من بعد في البرلمان أي أن النواب التحدي رفضوا أنهم يزيدوا سنتين أخرى التي تزادت بالاستفتاء اعتقال عبدالرحيم بوعبيد وعناصر من المكتب السياسي بعد هذا البيان المتعلق بالاستفتاء معناها الاتحاد الشركي شنو هو كان واخذ هذا التوجه الذي يصطدم مع الدولة أنا كنظن أن الدولة قررت تصطدم مع الاتحاد الشركي ولكن هنا مواقف جريئة واضحة بكاملها هو كان إذا بغيت تقرأ هذا المرحلة خصنا الرجوع شوية للوراء بداية تصفية الأجواء والاعتقالات والانفراجات التي حدثت لهيئة الأجواء المؤتمر الاستثنائي في يناير 75 أنا كنت تكلم على 74 75 نعم كالمؤتمر الاستثنائي وتم مدي حد الشركي يختار اختيار واضح ديال استراتيجية ميذار الديمقراطي إذن العقلية البلانكية أو العمل المسلح أو العنف التوري أو أي أطروحات التي كانت مطبوعة بها بعض الأحزاب في الشرق العربي أو شيء ما دي يوضع نهاية لها ويقول الحزب واضح ما فيه اشتيارات تحت سرية أو تحت الأرض أو كده وضوح كامل وبيقية عبد الرحيم ربيل معروف ورجل دولة إلى آخره وكان هذا الخيار وفي ظل هذه الانفراجات أيضا وإيضا لكي لا ننسى كذلك لما طرحت قضية الوحدة الترابية كانت حاسمة في هذا المسار بكامل حاسمة في هذه التوافقات الوطنية إذن مباشرة من بعد سيأتي كرد فعل إيجابي المتاق للجماعة المحلية ولذلك قدرت الانتخابات المحلية بلدية وسبعين القراوية والحضارية ثم الانتخابات سبع وسبعين واللي كان مفروض تكون فيها واحد إشارة تجاه الاتحاد الشراكي بالخصوص بالخصوص لكن كانت مدبحة حقيقية الممارسة ديمقراطية اختيارات الشعب بين قوسين أثناء حوار اجتماعي اللي كان ترقص اللجنة الحوار الاجتماع والتفاو دريس البصري وزيب دولة الداخلية وبعد نهاية إحدى الجلسات تولي تفاصيل وهواميش وتبادل أشياء صغيرة هكذا في الحديث كل واحد يعطي الله خرخه كلام والآخر النبير الأموي الله يرحمه قال بريس أنا 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 تكلم ربما في أواصل التسعينات أو آخر تسعينات من بعد يجي هو كرئيس لجنة الحوار الاجتماعي للمؤتمر السيداتي أنا كانت تكلم على 1996 ربما نعم فقال له عندي واحد سؤال نسولك لله يجزي بخير هذا سؤال طرحه نبير الأموي على أدريس البصري أمام القادة النقابيين وأثناء الجلسة دي المفاوضات للحوار الاجتماعي ما يسمى بمسلسل الحوار الاجتماعي فقال له تفضل قال له لكن جوبني بصدق أرجوك ليس للمشر ولأي غرض فقط لمعلوماتي الشخصية جوبني بصدق قال له لحظة نجوبك بصدق قال له في 77 في الانتخابات 77 تشريعية ماهل نحن في الاتحال الشرح في المغرب خليج نوقع دائرة الإدارة واللي كان مهندس ديل الزواج قال له ماهل نحن من مقعد بصدق ماهل نحن قال له ديتو مئة مقعد من 325 رضا ما العدد الإشمال ماهل لحظتك الساعة ماكانش لاحقة من 290 أو شحاب ماكانش من بعد ديتو فقال له ديتو 100 مئة مقعد 100 مئة مقعد معناها التحت الشراكي 15 كتعقل أنه خلوه 15 أو 16 هي اي والشيء وبالشيء كان عضرحيم عبيد من اللي أسقط فئة قدير وأول اللقاء قال له عبد الرحيم كيف كانت انتخابات قال لي ما كانت انتخابات نعم سيدي هذا ما كان قال له واواش ما تزوير الله دي عبد الرحيم مش ما نزوير ده قال له هذا ما تزوير اللي خلو لكم فارق فيه أحسن ما عندكم هم اللي داروا خلو لكم أنا خلو لي عرزز يعني فمعروف وأيضا اتحاد انتكسع في 77 الفارق بقيادة دي الرئيس الفارق استاذ عبد واحد راضي الله رحمه كان يلح كرئيس الفارق في كل تدخلاته لأنه كان رح في النعر من قراء وفي المناطق كل ها تقول اتحاد اتحاد بشي لحبس في عدد من المناطق اشتري جريدة المحرب بشي لحبس عدد من المناطق فكان يصر ونحن في الاتحاد اشتراكي للقوة الشعبية وقررنا في الاتحاد ونحن نرى في الاتحاد اشتراكي للقوة الشعبية اسم تكرار الاسم لرفع الهيوة تهيوب عن الناس اذا صيلت هذا بالقرار اللي قلنا وقرار المواجه اللي اخده الاتحاد اشتراكي في 81 طبعا طبعا ما هدتي قلتي هذا السياق هذا السياق جبته باش نبين ان لحظة الانفراج كانت متواصلة وفي ظل هذا الانفراج تأسست الكون فدرالي الدمقاتي لشغل ما كان يمكن ان يسمح بتأسيس المركزي النقابية في تلك الظروف لولا هذا الانفراج وهذا التوافق اللي بنات الملاني في يالو واللي صادر في جانب منه من عند دولة معناه الدولة طبعا كانت تريده تجربة بغدير توازنات نعطاك وتعطيني لانه ولا تشروط فيه نوع من توازن سياسي الاخرية وبالتالي تم رفع الحضر على الاتحاد الوطني لطالبة المغرب اللي كانت تخيل في 72 1908 نعم حسن تاني الله رحمه استقبل بعض القادة السابقين عبد الرحمن القادري و الله والعلو وبعض الاخوان اللي كانوا قادة سابقين والآخري وتمر إعلان مباشر على فالحضر ثم في هاد ظروف تأسست الكون فدرالي الديموغاد الشرق لكن حوالي واحد دقيقتين لكن هاد الاستضام لماذا قرر الاتحاد الاشتراكي لمواجهة في 1981 وماشي قارة باش يتواجه أرغمه الشي اللي كان بغي اللح عليه ما كانش إرادة ديال المواجهة مع الدولة طبعا داخل صفوفنا كان عدد دي الإخوان ومنهم عبد الواحد الراضي قال هالي من اللي كان ندير معه الحوار الأوتوبيوغرافي كان جزء من المسؤولين ديال التحال الشراكي ومن المناظرين الأساسيين إلى آخر أنهم ضد الإضراب ديال سعود عشر أحضاش أبريل سعود وسبعي كونفيدريالله تأست عندها سنة وتخوض إضراب ومواجه هكذا كان ممكن تترب بالريش وحتى هذا وكان جانب أيضا ضد خوض الإضراب العام كان ممكن يتدار قطاعات قطاعي إضرابات قطاعية أو فيش قطاعات أو في ثلاثة بدل من الإضراب العام يعملو طبيعة في كل حوالي طبيعة سياسية وماذا كان رأي عبد الرحيم أبو عبيد عبد الرحيم عبيد هو الذي اتخذ القرار لم يتخذه الأماو ولم يتخذ أي أحد آخر كان قرار عبد الرحيم وعبيد لو لم يتخذ القرار عبد الرحيم أبو عبيد لم تخذته الكون الديمقراطي أذكر في حوار معروف مع جون أفريك مع حميد بن رادف تعد السبعين قال له أنت في المكتب في القيادة للاتحاد الشراكي وفي نسبة وقت تأميل العام دي للكومفيدراليا كيفش كتوفق؟ قال له شوف الأمر أنا واضح في ديني لما نكون في الاتحاد الشراكي ونتفق على قرار كنناخد القرار دي اللي خديناه معي الزملائي وإخواني وأخواتي في الاتحاد الشراكي ونمشي بيه للكومفيدراليا كوجهة مدار دي اللي شخصية فتمتني كنطرحوا على إخواني وتناقشوا فيه إلا الإخوان دي اللي في الكمفيدراليا بلوروا موقفاً آخر بالتصويت أو بالإقناع كنمشي مع الإخوان دي اللي في الكمفيدراليا لا أضمن لحزبي أن أمرر قراراتي عبر الكمفيدراليا هذا هو المعنى دي الاستقلالية دي القرار الكمفيدرالي في المثبته إليه شكراً جزيلاً الأستاذ حسن نجمي الشاعر والكاتب والباحث في التقام الشعبية ويتوصل حوان معك في حلقتين قادمة شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً